أهلا بكم في محورنا الثاني حديثنا سيكون حول الوضع الوبائي وأيضا سنتحدث عن اللقاح وهناك أسئلة اليوم متوافرة على مواقع التواصل الاجتماعي وحديث هل نفذ لدينا اللقاح؟ هل هناك لقاح موجود؟ هل سنعود لفتح البدارس بعدما أعلن اليوم في المؤتمر الصحفي عن ارتفاع في نسبة الإصابات وفحوصات الإيجابية أرحب ضيفي الأستاذ دكتور وائل هيجني أمين عام وزارة الصحة لجون أوبي أمس أخير أهلا بك مساء النور يعطيك العافية شرفتنا بحضورك دكتور شكرا وأنا بدي أبدأ سؤالي بارتفاع تسجيل الإصابات بكورونا شكرا وأنا سأبدأ بذلك أيضا فضل سنكون واضحين وصريحين وشفافين نحن على مدى العشرة أسابيع الماضية شهدنا تحسنا متواصلا في الوضع الوبائي كويس لكن لازلنا في المعركة أخي محمد لازلنا في المعركة العالم لم ينتهي بعد من معركة كورونا في اليومين الماضيين لاحظنا كما لاحظتم أن هناك ازديادا طفيفا في النسبة الإيجابية الأسبوع الماضي سجلنا نسبة أربعة بالمية على مدى الأسبوع أمس كانت أربعة فاصلة واحد بالعشرة واليوم نحن خمسة ونص بالمية طبعا كما قلنا دائما نحن ننتظر أسبوعا أو أسبوعين لكي نقيم الوضع الوبائي لكن أنت ترى أخي محمد الوضع في العالم يعني ليس مريحا وما رأيناه من الأرقام اليوم وبالأمس في الأردن يضعنا في خانة عدم الراحة هناك ازدياد في النسبة المائوية سننتظر لعدة أيام قبل أن نعيد تقييم الوضع الوبائي ولكننا حذرون ونقول للجمهور ولمواطنين مرة أخرى وأنا أرى بعض التراخي في تطبيق الاشتراطات الصحية بين المواطنين إيش يعين تراخي؟ التراخي سيدي يجب أن يعرف المواطن الأردني أن الوضع في العالم لا زال خطيرا ونحن نرى ما حولنا إغلاقات إغلاق في بعض الدول وقف المطارات وقف السفر ونحن نحمد الله أننا وصلنا إلى هذا الوضع في الأردن ونريد أن نستديمه الاستدامة هي هنا وهي هنا بيت القصيد لما نحكي احنا كنا كل ميت فحص يطلع منهم أربعة احنا الآن خمس ونص تعني أوضح بعض الأمور هنا نحن لدينا تفشي مجتمعي في الأردن وأصبح الوضع يتحسن هناك في العالم بعض المتغيرات التي يجب أن ننتبه لها هناك تطورات جينية أو تحورات جينية كأن نقول مثلا بيروس يوكي المتحورة لبريطاني المتحور فيروس جنوب أفريقيا فيروسات فيروسات وفيروسات ونحن وصل إلينا هذا الفيروس المتحور في الأردن يعني الرقم يعني في عنا فوق 300 يعني هذا مثبتات لكن أنا أؤكد أن هناك أكثر من ذلك في المجتمع نحن لا نجري فحص السيكونس لكل سلالة نقوم بتشخيصها وهذه السلالات يعني متركزة أكثر في منطقة عمان وعمان ساهمت اليوم في رفع هذه النسبة المأوية عمان مدينة عمان ساهمت في رفع هذه النسبة المأوية في الأردن لذلك مرة أخرى وبكل صراحة وبكل وضوح أخي محمد الوضع ليس مريحا كما كان في الأسبوع الماضي الوضع سيحتاج إلى تقييم وأنا أوجه إلى المواطنين وبكل وضوح نريد أن نستمر في الالتزام بالاشتراطات الصحية لما تقول الوضع ليس مريح اليوم صار الحكي أشعركم أكثرية نعم موضوع المدارس موضوع المدارس طب دعني أنهي الجملة الأولى تفضل الكمامة التباعد المجتمعي التباعد الجسدي غسيل اليدين الابتعاد عن التجمعات ونضيف إليها اليوم الأيقونة الرابعة ما أسميه الأيقونة الرابعة وهو التسجير للقاحات طيب هذا مهم جدا المدارس سيدي المدارس اسمح لي أنت بتقول اليوم نحن نراجع كل أسبوعين طبعا كل أسبوع واليوم لدينا ارتفاع ونعرفش نعرفش كيف القادر هل سيستمر هذا أم لا ما نعرف نحن نستنع لكن اليوم نحن على أبواب قرار المدارس طبعا وأبواب قرار الجامعات طبعا والسؤال ونريحين في المدارس والجامعات سيدي كما كما قيل سابقا ويقال اليوم هناك تدرج في اتخاذ الخطوات الأساسية في فتح القطاعات وفتح المدارس هو خطوة أساسية وبالتالي وكان الاتفاق وكان المصرح به والمتفق عليه وبكل صراحة وشفافية أنه سيتم اتخاذ خطوات أساسية تصحبها بعض الخطوات الثانوية ثم يعاد التقييم بعد أسبوعين لنقرر أن كنا سنمضي إلى الأمام أو سنتوقف أو سننقص إلى الوراء هذه قضية محروفة جدا خيارة ثلاثة مطروحة مطروحة دائما مطروح البقاء على حيثما نحن أو العودة الخلو أو الخلوص وهنا تأتي جور التشاركية مع المواطنين التشاركية نحن نريد أن نعبر إلى هذا العام بكل ثقة نريد أن نعيد فتح القطاعات وهذه مصلحة مشتركة ما بين الحكومة وبين المواطنين نريد أن يعود الأردن إلى ما كان عليه وهذا بأيدينا نحن كأردنيين الالتزام بما تكلمنا به وإضافة تسجيل اللقاحات كأمر رابع عندما يأتي الدور لتلقي هذه اللقاحات نعم نحن أمام تحدي فتح المدارس والمدارس ستفتح الأسبوع القادم إن شاء الله إذا تبين أن المنحن الوبائي مستقر ولا يتجه نحو السوء وهذا ما تكلم به معالي الدكتور نذير عباداتي نعم سنعيد في آخر هذا الأسبوع سنعيد التقييم وأنا أدعو المواطنين من على هذا المنبر المحترم أخ محمد أن الكرة في ملعبنا كمواطنين يجب أن نلتزم يجب أن نبتعد عن مظاهر التراخي وأدعو كل من هو مصاب لأن يبقى في منزله وبما فيهم من يعانون من الفيروس المتحول يجب أن يبقوا في منزلهم وأن يلتزموا بتعليمات العزل المنزلي ومش مراقبينهم؟ مراقبين ولكن هذا لداءهم من مواطن إلى مواطن الالتزام بالعزل المنزلي هذه أحد الإشتراطات طبعا أنت متوقع العدد يكون أكثر منه كثير هناك متابعة وهناك ملاحقة ولكن في النهاية المواطن لا تستطيع أن تراكب المواطن في كل مكان المواطن يجب أن يراكبه شيء من الداخل سيدي نحن نريد أن نعيد أطفالنا إلى المدارس وأبناءنا إلى المدارس نريد أن يكون الوضع الوبائي مستقرا العودة إلى المدارس عودة مهمة جدا ونحن نؤمن بها والتعليم الوجاهي مهم جدا وللسلوك لتهيئة السلوك النفسي للطالب للعودة إلى موارسة كل المناحي الحياتية للطالب في المدرسة وفي نفس الوقت نريد أن المواطن أن يشاركنا وأن نشاركه إنجاح هذه العملية الصعبة إنجاح هذه العملية صعبة العودة إلى المدارس عملية صعبة هو اختراق صعب نريد أن نعبره بنجاح طبعا كل الخطوات الأساسية عملية صعبة نحن الآن مررنا بخطوتين أساسيتين مد ساعات الفتح من العشر إلى اتناش فتح يوم الجمعة والعودة إلى موارسة جميع النشاطات كأي يوم آخر نحن نتجه إلى إجراءات أخرى غدا ثم نتجه إلى إجراء رئيسي آخر في سبعة اثنين أو ثمائين اللي هو فتح المدارس فبالتالي بدون مشاركة المواطن في تحمل المسئولية المسئولية والتي نقصد فيها هي مسئوليتنا في الاشتراطات الصحية مسئوليتنا في تسجيل للوقاحات مسئوليتنا في استخدام الكمامة مسئوليتنا في التباعد الجسدي هذه الأيقونات الأربعة هي التي ستعبر بنا بسلام إن شاء الله إلى فتح المدارس وفتح صفوف أخرى والانطلاق إلى الصيف القادم بكل ثقة إن شاء الله سؤالي الواحد ونصف بالمئة الارتفاع اللي شهدنا اليوم ممكن يرجعنا إذا ما استقرر وضع على خمسة ونصف المئة هل هذا يعني أنه إحنا وضعنا؟ سيدنا أريد أن أستبق الأحداث نحن لا نبني قراراتنا على يوم أو يوم ونصف أو يومين على الأقل أسبوع وهذا ما سيحدث في نهاية الأسبوع إن شاء الله ستحسم خيارات المدارس نهاية الأسبوع؟ طبعا سيتحسم كثير من الأمور كما وعدنا الجمهور كما وعدنا المواطنين بأنه سيكون هناك إعادة لتقييم الوضع الوبائي ممكن نرجع لوراب واحد ونصف من ارتفاع؟ إن شاء الله لا إن شاء الله ما بنا نرجع لوراب إن شاء الله يصيدي بالتزام المواطنين يستقر الوضع يستقر الأرقام ونمضي قدما في خطواتنا إن شاء الله أنت متأمل أن يكون في استقرار دائما عندي ثقة بالمواطن وإذا ما عندنا ثقة بالمواطن يعني هاي كمان قضية أخرى لدي ثقة بالمواطن بأنه يقدر مصلحة أبنائه بناته الطلاب والطالبات يقدر مصلحة أبوه أمه وخالته وجدته يعني نحن مجتمع متكافل مجتمع متضامن مجتمع يحب الغير فبالتالي نعم أنا لدي تفاعل بالمواطن الأردني إن شاء الله طيب ومصير المدارس والجامعات سيُعاد التقييم في نهاية الأسبوع سيُعاد التقييم في نهاية الأسبوع ودفع كل الدفع باتجاه عودة المدارس لكن إذا ما كان الوضع الوبائي مستقر يا سيدي الوضع الوبائي يحكم صحة الطلاب في النهاية مهمة جداً والوضع الوبائي هو ما سيحكم وهذا ليس جديداً هذا ما يعني ما وعدت به الحكومة والمواطنين عندما تم البدء بفتح القطاعات بس إحنا طلعنا من الألف دكتور وعدل كان خلال الأسبوع الماضي مرتين فقط طلعنا من الألف عن ألف لا سيُعاد نسب سيدي إحنا سيدي حتى الأسبوع الماضي كانت الأعداد يعني الأسبوع الماضي كان عدد الحالات يعني ذاكرة تخونا أني 6126 واللي قبلتن 660 أسبوع اللي قبله كان فيه فرق زيادة في الأسبوع الماضي في الأعداد لكن النسبة المئوية كانت أفضل النسبة المئوية يعني أكثر دقة في الحكومة على الوضع الوبائي لكن هناك مواشرات أخرى أيضاً ننظر إليها نحن نسب الدخول للمستشفيات نسب الإشغالات نسب الحالات المثبتة فيه أمور يعني أكثر من عاماً لازمنا في حالة الإطمئنان في هذا الجانب؟ لازمنا في حالة حذر وحذر شديد في موضوع الإشغالات والدخول في أسيدي إحنا يعني لا الإشغالات والدخول هي مستقرة بشكل ما لكن نسب المئوية تقلق ونحن تعودنا أخ محمد مع هذا الباروس الغدر هذا الباروس يعني غادر أحياناً طيب أنا بدي أجرى موضوع اللقاح وقلت أنني سميته الإيقون الرابع الإيقون الرابع نعم وعندنا مشكلة في الإيقون الرابع السؤال الأول عندنا لقاح أو لا عندنا أساساً طبعاً عندنا لقاح سيدي يوم الخميس هذا الخميس القادم ستبدأ المرحلة الثانية الجرعة الثانية وهناك جرعة لكل مواطن تلقى المطلوم الأول موجودة على اسمه موجودة ويبستمر اللقحات اليوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء ويوم الخميس تبدأ المرحلة الثالثة طبعاً هناك مشكلة في السوق العالمي للقاحات والأردن جزء من السوق العالمي شو المشكلة؟ المشكلة أن بعض الشركات المصنعة للقاحات أعتقد أنها لم تتفاجأ ولكنها وجدت في موقف أن المنتج أقل بكثير من المطلوب قضية العرض والطلب بالإضافة إلى القضايا العالمية في أن الدول تريد أن تحصل لأبنائها وهي دول منتجة وتحتضن المصانع على كل نحن في الأردن الدولة الـ 41 التي دخلت إلى المطاعم الأردن لديها تنويع في مصادر التطعيم إن شاء الله لا نتوقع انقطاعاً في المطاعم في الأردن التطعيم استمر ويستمر وتبدأ يوم الخميس هذا القادم يوم 4-2 إلى 2021 تبدأ الجرعة الثانية إعطاء الجرعة الثانية لكل من تلقى الجرعة الأولى في الأردن نحن لم نقع في فخ عدم إبقاء الجرعة الثانية كما فعلت بعض الدول نحن حجزنا جرعة لكل مواطن تلقى الجرعة الأولى كم يوم عدد اللي أخذوا اللقاح لليوم أعتقد فوق 35 ألف طيب اليوم السؤال 35 ألف كم يوم بلشنا في مطاعم ثلاثة أسابيع كل ثلاثة أسابيع نقلب على الجرعة الثانية طيب ماشي لكن سنون يتجلل الأسبوع الثانية لكن العدد الناس تقول لك اليوم كم يوم لدينا قدرة على 5000 كم يوم يأتينا في اليوم سيدنا لدينا قدرة على أكثر من 5000 إذا بدنا نحكي في الأرقام ولكن نحن نوازن بينما هو موجود وبينما هو موجود لدينا من لقاحات وكان لدينا خيار أن نبدأ متدرجين لأننا بدأنا بمطعوم يعني لم نتعود عليه مسبقا في قضايا اللوجستية التخزين والتبريد والحل وبالتالي نحن لم نبدأ بالـ 75 مركزة التي هيئت تماما لبدء التطعيم بدأنا بـ 29 مركز 29 شغلين اليوم؟ 29 شغلين لليوم اليوم شغلها سكروا الساعة ثلاثة نعم ما فيه تعطيل في أي مركز لعدم وجود لقاح؟ نعم لم يعطل أي مركز لعدم وجود لقاح طيب اليوم نحن نقول في المعدل 3000 واحد يأخذ في اليوم صح؟ يعني إذا تحسبها بالطريقة هذا نعم وإحنا لدينا قدرة على 5000 وأكثر عندما تأتي المطاعين بشكل أكبر يعني ما نقدر اليوم مثلا أنه في ناس تستنكف أنت أصلا تبعت كم مسجل تبعته في اليوم سيدي نحن يعني هناك معادلة رياضية معينة نستخدمها لبعث المسيجات مرة بنبعث 4000 مرة بنبعث 1000 مرة بنبعث 5000 حسب بعض المعادلات المعينة ونحن قسمنا الأيام إلى أيام سينوفارم وإلى أيام فايزر حتى نتجنب بعض المشاكل اللوجستية لكن المطاعيم موجودة المطاعيم مستمرة ستبدأ الجرعة الثاني يوم الخميس ونتوقع أن لا تنقطع المطاعيم بعد ذلك وهي لم تنقطع أصلا وإحنا قديش عنا هلأ موجود دقاحات ياسي موجود لكل من تلقى اللقاح موجود لديه وعنا بتقول لي ما نبلش رحلة الثانية في يوم الخميس نعم سنوقف مثلا نور مع التوازي صح؟ لن نوقف كله بيضل ماشي بدون ماشي نعم وعن نحن لقاحات توفرة نظل ماشيين على الجهتين؟ ستبدأ اللقاحات بالوصول أثناء تلقي المرحلة الثانية متى متوقعين دفع أو أصلا؟ إن شاء الله مع الأسبوع الثاني أو بداية الأسبوع الثالث من شهر الثاني وصلنا إلى دفع جديد من لقاحات؟ دفعات جديدة نعم من نوعين يعني على الأقل من نوع واحد على الأقل من نوع واحد على الأقل على الأقل نعم فايزر بتقول أنها في العالم وقفت بس هي ملتزمة باتفاقياتها معنا وملتزمة في اتفاقياتها معنا نعم و اللقاح الصيني الإماراتي يصلنا في مواعيد محددة أرديكم وصلنا وإن شاء الله يصلنا أكثر منه أيضا طيب أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل معينة قد تضر يعني بقضية حصولنا على اللقاحات ولكن أطمئن المواطنين بأن اللقاحات ستستمر في وصولها للأردن ما تقدر تزيد العدد اليوم من المتلقي اللقاحات يا سيدي عندما تصل اللقاحات بشكل أكبر وأكبر سنزيد المتلقيين بشكل أكبر وأكبر لكن نريد من المواطن اليوم أن يدخل و يسجل لدوره في تلقي اللقاحات حتى و لم يكن لديه رغبة في تلقي اللقاحات سيد تورم أنت تحكي اليوم كيف يوجد على المنصة؟ في أكثر 400 ألف واحد طيب شو المشكلة لسجل المواطن دور؟ عندنا 400 ألف واحد و 35 ألف واحد ما أخذك موحد تستمر لا لا مش الكل ممكن يعني سيدي إحنا في ناس بالبيوت لديهم الدور يعني أولوياتهم قد تكون أكثر من أولويات من سجلوا نريد للمواطن أن يدخل و يسجل دوره المطعوم مجاني المطعوم طوعي المطعوم سيتوفر وتسجيل المواطنين على منصة سيفيدنا في تقدير الموقف أكثر وأكثر طيب أنت اليوم فيه مستنكفين صح؟ سيدي المستنكفين في المطعيم أي قضية يعني معروفة في علم المطعيم ليش ما تزيد العدد اليوم؟ عشان أنت تقدر تستقبل أكثر يعني تقدر تعطي مطعيم أكثر أنا أوازن بينما لدي من مطعيم وبينما أتوقع من حضوره إلى المراكز التطعيم فبالتالي ما يهمك أن المطعيم موجودة يعني أنتوا عندكم في الاسبيونه 60-70% كل شيء محسوب سيدي نعم وبناء عليه تخففوا الأعداد أو بناء عليه تحسبوا الحد الأقصى نعم نحسب الحد الأقصى نعم طيب أنا رح أظن في موضوع اللقاح اسمح لي وعندنا أكثر من سؤال وفي هذا الجانب في حديث اليوم واضح أن هناك من يترقى اللقاح خير جارة الصحة هناك من يمنح لقاح في بعض القطاعات الخاصة وهذا الكلام مدى صحته ومدى موقفكم منه ورح أسألك أيضا في المزيد عن موضوع اليوم بتقول لي أم تبني نرفع العدد يعني أنا يوم معنيين اسمح لي رح أسألك كل هذا الكلام بعد فاصل وأنا أسألك متى اليوم رح نوصل كدول أخرى نعطي لقاح لعشر تلاف أردني في اليوم حتى نقدر نخلص أنه على الأرقام المنش عليها والله بدنا سنين ما منخلص صح على الأرقام الحالية أنا واضح بسألك بعد الفاصل وبعرف منك متى منك متوقع لينه المطعيم في العالم ستستمر حتى عام واحد على الأقل ماشي في العام قداش على المعدل اللي ماشين عليه قداش منتوقع يكون عندنا ناس حصروا على اللقاح بعد فاصل نواصل القوان نواصل حوارنا ووظيفنا الكريم وأنا توقفت عند قضية ما ورد اليوم ووردنا وقبل ما أسألك هاي الأسئلة اللي بدي تتابع أراء ناس حول موضوع اللقاح نتابع سويتا نتابع أراء مواطنين حول أخذ اللقاح ولقاح كورونا مطعوم الكورونا يعني مطعوم عادي مش شيء زي ما سمعنا إحنا عنه ومنية حقير شكل وإحنا هون ندام قسم الوباية نتفرج ونشوف قاعدين كيف يأخذوه وماشاء الله عنه واتمنى كل الناس أن تأخذه سجلت من مصر وأنا من الكادر الطبي بس لحد الآن ما إيجاني مسج وأنتظر حصولي على المسجل إن شاء الله وراح الطعام على الموعد بإذن الله لا ما أخذته هل تأخذ اللقاح؟ أصلا ما عندي طريقة ولا حدا بلغنا ولا بلغونا بأي شيء كيف الطريقة نأخذ اللقاح لا والله مواقع تواصل خوفون كثير على اللقاح في ناس تأثرت في ناس على المواقع لا أكثر واقع بس عشان هيك الحمد لله أخذنا الحمد لله الوضع تمام ما في أي أعراض أي شيء لا حرارة ولا كذا بس إنه مكان للإبرة يومين والحمد لله راحت بكم مادة دافية قبل قد شفت اللقاح؟ قبل تقريبا أسبوع بلا سجلت وبستان الدور سجل قبل عشرين يوم ولسه ما طلع وإن شاء الله بيطلع بنقض اللقاح سجلت تقريبا قبل شهر ولسه ما الحقني دور بنستنى بالدور هنا وبس يجي دورك؟ بس يجي دورنا راح نأخذه أه سجلت من أول ما بلش التسجيل على المنصة بس ما أخذته بستنى دوري أنت بشجع أنك تقريب لقاح؟ أه أكيد طبعا يعني هذا الإشي بساعد عشان أنت ما تنصاب كورونا بالمستقبل بالنسبة للوقاح أخذنا الحمد لله وما في أي أعراض جانبية بالعكس كان كثير مريح وبس حقسين بورا لمدة يومين والحمد لله الأمور تمام قبل ما أسألك خارج منصة وجو المنصة وقطاع خاص وبيوخذوا ولا ما بيوخذوا وعندنا معلومات بتقول أن فيه ناس بتوخذ من القطاع الخاص أنا راح أسألك سؤال شوفنا ناس ما أخذوا وناس ما أخذوا أعمار مختلفة طبعا ومش كبار بالسن طبعا كيف؟ هذا السؤال بتوقع أنا سيدي إحنا الأولويات التي نص عليها الخطة الوطنية للتطعيم ضد كوفيد-19 تعتمد على مبادئ معينة المبدأ الأول كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة العمر طيب حسب العمر والأولوية الثانية الكوادر الصحية والطبية الذين هم على خطوط النار ممكن واحد عمره 25 سنة بطلع كل يوم تقصي وبائي بيأخذهم 20-40-50 وواحد بيأخذ مئة عينة من الأنف هذا إله أولوية إذن أنهم أكثر عرضة اللي هم الكوادر الصحية والطبية ومنهم أكثر خطورة إذا صار عندهم كورونا اللي هم وكبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة فبالتالي نعم بتكترح تلاقي واحد 25-40-50 سيدي ناس بخارج الكوادر الصحية دكتور مسجدين عن منصة عادي وأخذوا وعمارهم سيدي يعني هذه حالات قد يكون هناك مواطن سجل نفسه كوادر صحية ونحن وجهنا كل فرق التطعيم الموجودة لأن تؤكد حالة من سجل عندكم أوقام للأعمار اللي أخذت اللقاحات دكتور؟ آه طبعا عندنا عندنا يعني إحنا لغاية الآن بالنسبة للسن يعني الآن إحنا وصلنا ما بين آخر السبعين يعني 72-73 سنة في الكوادر الصحية اللي مش على خط النار يعني الكوادر الصحية الأخرى كلها فوق الأربعين في بعض الأشخاص اللي هم على خط النار تحت الأربعين ممكن أننا الأرقام حتى بالواحد يعني بالاثنين إحنا قاعدة البيانات السيدي إحنا عندنا النظام المحوسب لعملية التطعيم نظام محوسب بالكامل حتى بدي أنت يعني بدي أدخل لك على قضية معينة قضية رصد المخزون رصد المخزون يعني نحن في آخر النهار نقدر نعرف بالزبط قديش في محافظة الطفيلة في المركز الفلاني كم شخص تلقى المطعوم وما هي المطاعيم الموجودة لديهم الآن يعني هناك فحص حسي وفحص كمبيوتري ويجب أن يتطابق هذان الرقمان هل قد أعطينا مطاعيم وهل قد لما كشفنا على الأرض قديش موجود وهذا في النظام لدينا نظام رصد المخزون الانفنتوري وهذا مهم جدا لعلي حكيت لي قبل شوي أنه في ناس في القطاع الخاص ببيع المطعوم في ناس بيقول لك أنا أخذت لقاح في المطاع سيدي أنا أؤكد هذه قضية خطيرة جدا مستوى تحملنا إلها صفر لا يمكن نتحملها تنساش أنه يعني المطعوم أصبح كالذهب وأن هناك تجارة عالمية وهناك تجارات عالمية سوداء تقوم على ذلك فبالتالي سيدي إذا عندك أي شك في أي مكان في أي طبيب في أي صيدلية في أي مستودع يقوم بهذه الإجراءات فأبلغنا أو دعهم يبلغونك ونحن سنقوم فورا بإجراء اللازم وأكد لك أن كل جرع من جرع المطعوم نستطيع أن نعرف أين هي محوسبة وعلى أرض الواقع ولي بيقول أنه أخذ بيقوله لقاح شو يشعين بيقوله؟ بل ما فيه بالزبط ما فيه وإذا فيه يعني فليأتونا بالأسماء أبدا؟ أبدا قولا قاطعا ما فيه؟ قولا قاطعا ولا حدا مستحيل يعني مستحيل مستحيل أن يتسرب من مستودعاتنا أي جرع واحد وما أعطيته ولا حدا في القطاع الخاص جرع يخذوها طبعا لا بالتأكيد لا القطاع الخاص طلب مننا أن يشارك في عملية التطعيم وقلنا له لما صير فيه عندنا كميات كفاية وحسب شروطنا ممكن خليك تشتركه في عملية التطعيم بشكل معين لغاية الآن تتم عمليات التطعيم بالإطلاق وبالحصر داخل مراكز التطعيم المعتمدة اللي هي مراكز صحية مستشفيات عسكرية مستشفيات مدنية مستشفيات جامعية وهذا ما يتم التطعيم اللي بيقول لك وصلني لقاح البيت يا سيدي بيقول له راجعني اللي بيقول لك وعد وزارة الصحة آه هذه الفرق المتحركة الفرق المتحركة يعني فيه فرق متحركة طبعا سيدة فيه فرق متحركة تم تشكيل فرق متحركة هناك على المنصة أو على النافذة الإلكترونية خيار لا استطيع الوصول إلى مركز التطعيم واحد عمره تسعين سنة خمسة ثمانين سنة سبعة ثمانين سنة مقعد و و و و مريض جدا لا يستطيع الوصول تم تشكيل فرق متحركة في كل محافظات المملكة في كل محافظات المملكة منها عسكرية ومنها مدنية وتتحرك هذه الفرق بعد أن يتم التأكد من أن هذا الشخص أو هذا المواطن أو هذه المواطنة حقيقة يحتاجون إلى من يطعيمهم في البيت تتحرك الفرق إليهم في البيت وتقوم بتطعيمهم وهذا من باب التكافل متى بلشتوا في هذا الموضوع؟ بلشتوا من قبل عدة أيام نعم وتحركت فرق نحن أيضا نقوم بتطعيم مراكز الرعاية المسنين الموجودين في مراكز الرعاية قمنا بالغاية الآن تحركنا إلى موقعين هذا من غير ما يسجلوا على منصة ولا يسجلوا على منصة؟ لا نحن نساعدهم في التزيير على منصة كل شيء عن طريق منصة محمد حتى هؤلاء ما فيه ولا لقاح خارج منصة؟ ولا فيه أي لقاح خارج منصة وأي شخص مش مسجل على منصة ما بيأخذ لقاح مستحيل؟ عشان هيك بيقوله سجل عشان تأخذ دورك حتى لو ما بدك تأخذ لقاح يمكن تغير والخير بيقوله بغير وشفت إحنا أنا يعني كنت مبسوط جدا أخي محمد من السيدات والآنسات اللي بيقوله إحنا سجلنا وبنستنى هذا كن سبت في المجتمع الأردني مفهوم سجلنا ومش بندور عواسطة سجلنا وبنستنى ما فيه خيار وفقوس في اللقاح؟ ما فيه خيار وفقوس ما فيه خيار وفقوس كل العمليات في الدنيا دائما يشوبها بعض المشاكل اللوجستية ونحن خلينا أقول لك أخي محمد إذا بتحب تدخل فيه موضوع المطاعم اللي بنعمله إحنا الآن طبعا عملية المطاعم عملية مشتركة بين مركز الأزمات ووزارة الصحة وخدمات الطبية الملكية ونحن في وزارة الصحة قمنا بشراء خدمات كل خبراء المطاعم الذين تعاقبوا في الأردن منذ عشرين سنة ونشكرهم شكرا جزيلا وهؤلاء يساعدوننا مع كوادر وزارة الصحة وكوادر الخدمات وكوادر الأزمة في إنجاز عملية عصرية مدنية لا تأخذ فقط الأولويات في الحساب تأخذ الأولويات تأخذ السهولة في الوصول إلى مركز المطاعم تأخذ رصد المخزون وتأخذ أيضا الأعراض الجانبية التي تحصل لدى المواطنين الذين يتلقوا من المطعوم في عملية محوسبة بالكامل محوسبة بالكامل تمكننا من تحليل النتائج ومن الخروج بتوصيات وتصحيح مع وجه وتصحيح بعض الأخطاء طيب السؤال هون كم شخص طل عنده أعراض جانبية بعد راق اللقاح شكرا نحن في قضية الأعراض الجانبية نسلك عدة مسالك أول مسلك منها أنه نفس النافذة الإلكترونية فيها موقع تستطيع أن تدخل عليه كمحمد الخالدي بعد أخذ المطعوم وتقول ولا صار معي واحد اثنين ثلاثة أربعة هذا بنسميه رصد التلقائي يعني أنت بتكون بتبلغ عن حالك القضية الثاني أنه إحنا دربنا مجموعة من الأطباء يعملون على مدار الساعة مدار الساعة يعني 24 ساعة سبعة أيام بالأسبوع 30 يوم بالشهر موجودين لتلقي المكالمات الهاتفية من المواطنين الذين لا يستطيعون استخدام الكمبيوتر وكل يوم هدولة أطباء كل صباح الساعة 8 صباحا يقومون بتقديم تقرير لنا في التقرير الصباحي الذي نجريه يوميا بحضور هذا الخبراء ودناقش هذه العراض الجانبية التي يقوم المواطنون بالتبليغ عنها وإذا رأى هذا الطبيب أن هناك داعيا للتكلم أخ الصائي في نصف الليل يقوم بتكلم أخ الصائي في نصف الليل بهذه القضية هذه الطريقة الثانية الطريقة الثالثة نقوم بين الفينة والآخر بالاتصال التليفوني وقد قمنا بالاتصال قبل فترة مع 7500 مواطن تلقوا المطعوم وقمنا برصد الأعراض الجانبية التي يمكن أن يكون قد عانوا منها وأنا أحب أن أعطم أن المواطنين الأردنيين أنه 99.9% من الأعراض الجانبية التي رسدت هي أعراض غير خطيرة كالتي كثلبت عنها الأخت إحمرار ألم انتفاخ بعض الحرارة هناك بعض الحالات التي شعرت ببعض الضيق ولكن لم تحتج أي حال لدخول المستشفى بسبب الأعراض الجانبية أبدا ولا حالة؟ ولا حالة طيب بعض الحالات صامحهم كورونا بس من فترة حضانة سابقة كم حال هذون؟ حالتين حالتين؟ التي عرفنا عنهم حالتين ممن أخذوا اللقاح هنا بس بخبر المواطن يعني أنا هنا أنه اللقاح لا يمكن أن يسبب كورونا حضانة سابقة تبين إصابة الثنين ممن تلقوا اللقاح بفيروس كورونا تبين أن أمورهم مشيت أمورهم متازف طيب أنا بدي أسألك في هذا الجانب الذي يسجل على المنصة يجال مسج وما راح نعم راح دوره؟ لا ما راح دوره ولا شو يعني؟ سيدي المبدأ أحد نبادئ التطعين أنه أنت قد نظر سهل على المواطن سهل عليه في ضمن المتاح ضمن المتاح يعني اللي مات اللي راح له نام نسي الدور كان عليها مشغول أبصر شي راح نلاقي له حل إحنا بالأسابيع الأولى قلنا يجي يوم الخميس يطعمه في الأسابيع القادمة لدينا يعني لدينا مواعيد مسبقة لمن تلقوا المطعوم الأول ولكن انتظروا سنخبركم بما سيحصل سيكون هناك خطة للتعامل مع من فقد دورهم طيب قضية الحساسية من القمح طيب حساسية البنسلين ممتاز لما لديه سكر أخذ محمد أنا شكرا جزيلا على هذا السؤال خليني يعني قولا واحدا أحكي للمواطنين ما هي موانع التطعيم وهاي لا تختلف لا من الصيني الإماراتي ولا من فايزر ماذا الموانع؟ اثنين فعالين اثنين آمنين موانع التطعيم كالتالي امرأة حامل امرأة مرضع و امرأة تخطط للحمل خلال الثلاثة أشهر القادمة إذن كلهم ثلاثة إلى علاقة بالسيدات أول وحدة ممتاز وحساسية سابقة لغذاء أو دواء بس خنحط خطين هون أدت إلى ضيق شديد في التنفس يعني ما بحكي عن أزمة ما بحكي عن حساسية القمح ما بحكي عن حساسية بنسلين عملتنا شوية حب على جلدنا ما بحكي عن حرارة في قضية أخرى أي حساسية تسببت بضيق شديد في التنفس حساسية مفرطة وهذه أيضا يعني حتى ممكن نتعامل معها احنا بطريقة معينة الآن يعني طبعا المرأة المرضع و المرأة الحامل و كذا مش لأنه ثبت أن هذا المطعوم قد يسيء لهن أو قد يضربهن أو بالجنين لأنه هذولا ما دخلوا على الدراسات ما بنعرف شو رح يصير معهم يمكن بالمستقبل يدخلوا و يصير عندهم مطعين طبعا و من عمره أقل من 18 عاما مفهو لأنه الآن حساسية القمح لازمة الصدرية بعدين قضية اللي عنده نقص مناعة بيأخذ أدوية مثبتة للمناعة عنده سكري عنده ضغط عنده مراض في الكلا أمراض بالكبد أمراض بالصدر أمراض بالقلب هؤلاء من نريدهم أن يأخذ المطعوم لأنه ناس بيقولوا اللي عنده نقص مناعة ما يأخذ المطعوم لا هؤلاء من نريدهم أن يأخذ المطعوم و ما علي خوف و ما علي خوف أبدا أبدا مثلهم مثل غيروا يعني طيب ولا أي لقاح ممكن أن يتم أخذوا خارج من الصوا و كل ما يرد بهذا الموضوع مغالطة يعني رجاء أن نبلغ به لنحقق به طيب ماشي هم حيبلغوكم فيهم حكما لأنه في هذا منتشر و أنت سيد السمع تبلغنا يا سيد طبعا حكما مضوعة راح نبلغنا نعم طيب اليوم و أنت بتحكي عن الخطة بشعر أنك راضي لكن اليوم بقول و أنا قلت لك أنه نأخذ سنين نعم سنين كيف راضي 35 ألف بس أنا راضي أننا نتلقى المطعوم في الأردن و راضي أن نسبة الإقباء على التطعيم ارتفعت فينا الأيام الأولى مع الأيام اللاحقة المطائم تلقت ضربات شديدة هذا العام الميديا السوشال ميديا التواصل الاجتماعي المؤامرة المؤامرة على المرض شريحة و المراضة و الشريحة الوراثية اللي بدأت تغيره عقوننا و قلوبنا و أفسر إيش يعني يعني في مؤامرة ضخمة جدا فبالتالي عندما أصل إلى مستوى ستين أو سبعين بالمئة ممن بعثت لهم الرسائل يأتوني للتطعيم يعني أشعر بالشيء من الرضا ولكنني أريد أن أكون يعني متفائلا أكثر أنا أتوقع يعني إن شاء الله مع قدوم دفعات جديدة من المطاعيم سيتحسن أقبال المواطنين الأردنيين عليها سيد ما نرجع إحنا المواطنين الأردنيين أول شيء ما كانوا وش مأمنين بالكمام و ما كان وش ما كان وش و لاحظت آخر عشر أسابيع كيف أصبح التزامهم بهذه الكمامة الذي نأمل أن يستمر في الأسابيع القليل الماضي لنتمكن من العبور بهذا العام المطاعيم إحنا في الأردن نقتل عشر تلاف باليوم نحن قادرون على أن نطاعم عشر تلاف متى عندما تصل مطاعيم بكميات كافية للبلوغ إلى هذه الكميات زائد سيد إحنا قاعدين بنحفظ رحالنا في مراكز ضخمة تم إنشاءها في مدينة إربد و مدينة العاصمة و إن شاء الله في المدن الكبرى الأخرى لنتمكن من إعطاء مطاعيم بشكل أكبر و كثير و كثيف في ساعات محدودة متى منتوقع هذا كلام إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع منتصف شهر اثنين و قد يكون قبل ذلك منتصف اثنين أو قبله ستكون هناك مراكز ضخمة لأخذ اللقاحات مراكز جاهز مراكز جاهز مراكزين جاهزات في مدينة الحسن الرياضي و في مدينة الحسين الرياضي زائد الأربع و سبعين مركز الأصلي و هذول كلهم يتفعلوا بس يكونوا عنها كمية لقاحات كلهم دربوا و كلهم يعرفون تماما كيف تقام المطاعيم و كيف تقدم المطاعيم و هم ينتظرون البدء أشكر كل الشكر على الإضاحة دكتور نترقب يوم غدا فتح القطاعات مكرم ما رح يكون عنا أثر مباشر ننتظر 17 يوم بالبشاركة مع المواطنين و نأمل من الجميع الالتزام بموضوع الكمامة و آخر سؤال و اسمح لي بعجالة فقط بقضية أنا بأخذ اللقاح و بتقول لي أنا التزم بالكمام مش شفيت اللقاح شفيت اللقاح طيب سيدي المطاعيم و نحن في القرن الواحد و العشرين المطاعيم هي إحدى المعجزات البشرية هي إحدى المعجزات البشرية التي أنقذت حياة مئات الملايين من البشر طيب و رفعت من رفاهية الإنسان و مخطئ في القرن الواحد و العشرين من يظن أن اللقاحات هي عبارة عن مؤامرة على البشرية هي نعمة على البشرية بعد نعم الله وليش الكمامة بعد لقاح؟ الكمامة لأنه اللقمة في لقاح 100% في 90 في 95 في 97 وإذا أصابك المرض بدلاً من أن تصيبك مرض شديد قد يصيبك بعض الرشح طيب واضح جداً أشكر أكتور وائل نتمنى لكم التوفيق شكراً لقاءنا قريب بتقييم المراحل المقبلة ونأمل أن يكون وضع الوباء أكثر استقراراً بدلاً من ارتفاع إلى حدث خلال اليومين الماضيين أشكر أكل شكراً 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 شكراً